أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي أهلا ومرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة أهلا الحبائبي النهاردة إن شاء الله مادتنا هتدور حول المنظومات تحكم النيوماتيكية وهذه المادة هتخدم أكتر من تخصص داخل الشعبة الميكانيكية هتخدم تخصص الأجهزة الدقيقة في مادة الوسائل هتخدم تخصص ميكانيكا السيونة والإصلاح في مادة التحكم الهايدروليكي كذلك هتخدم تخصص التحكم في تحكم المنظومات النيوماتيكية والهايدروليكية أهلا بكم أبنائي أبناء التعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات أهلا حبائبي نبدأ بقى حلقتنا إحنا قلنا إن حلقتنا النهاردة هتدور حول هيكل المنظومة النيوماتيكية بيتكون من إيه والهايكل دا أو المنظومة النيوماتيكية دي أنا بستفاد بيها إيه في خطوط الإنتاج في المصانع هو ليه قسم الميكانيكا اتوجه ليه نظام التحكم لأن إحنا دلوقتي في المصانع بتاعتنا أصبح التحكم بتاعي مش تحكم مانوال زي الأول أصبح التحكم بتاعي بستعاد كتير جدا عن التروس السيور الجنازير بالتحكم النيوماتيكي وكذلك التحكم الهايدروليكي النهاردة إن شاء الله مع أبناء الأعزاء هنبدأ في أول جزئية اللي هو التحكم النيوماتيكي وهنتعرف من خلاله على هيكل المنظومات النيوماتيكية مع بعضين حبايب يبقى كده على الشاشة ونشوف الهيكل دا بيتكون من إيه ونستفسر عن كل جزئية وظيفتها إيه مع بعضين كده على الشاشة الشاشة بتاعتي بتقول أنا عندي هيكل الأنظمة النيوماتيكية بيتكون أول حاجة من مستوى الطاقة يبقى يميز دلواج حضرتك بتقول لنا إحنا عندنا الهيكل دا هنبدأ يتكون من مستويات المستوى الأول هو مستوى الطاقة طب إيه هو مستوى الطاقة دا؟ هو المستوى اللي عن طريقه أقدر أدخل الهوى للدائرة بتاعتي وأقدر أتحكم من خلال الهوى دا في عنصر الفعل المتحرك اللي هيديني الحركة الميكانيكية في النهاية طيب الجزء دا أو المستوى دا إيه هو العنصر اللي بيحتويه؟ اللي بيحتوي على وحدة الخدمة بيحتوي على وحدة الخدمة طب هل وحدة الخدمة فقط؟ لا اللي كمان وحدة الطاقة طب مين وحدة الطاقة اللي هي بتدي الطاقة بتاعة الهوى للدائرة بتاعتي؟ هو عبارة عن الكمبريسور والضاغط والمحرك اللي بيحرك للإيه؟ الضاغط علشان يسحب من الكمبريسور الهوى ويبدأ يدفعه لأجزاء الإيه؟ إيه دا طب إيه الجزء اللي قدامنا ديه؟ هي عبارة عن وحدة الخدمة يبقى أول مستوى من مستويات هيكل الأنظمة النيوماتيكية هو عبارة عن الضاغط وملحقاته طب إيه ملحقات الضاغط أو إيه ملحقات الجزء اللي هو بيديني الطاقة دوت؟ قال لي عبارة عن ضاغط عبارة عن كيمبريسور عبارة عن المحرك طب إيه كمان بيخدم معايا الهوى إن هو يدخل الدائرة بشكل معين وبحجم معين وحدة الخدمة طب إيه الشكل المعين اللي هدخل به الهوى للدائرة اللي وحدة الخدمة ديه هتقوم بتنظيف الهوى بتاعي من الأتربة والشوائب والمياه العالقة بيه وهتبدأ تزيتلي الهوى ده علشان أحافظ على السمامات بتاعتي وأحافظ على الدائرة بتاعتي النيوماتيكية أكبر فترة عمرية إيه ممكنة دك ده أول مستوى وهو مستوى الطاقة يبقى مستوى الطاقة هو عبارة عن أول حاجة الكمبريسور ووحدة الخدمة طيب المستوى الثاني قال لي مستوى الأوامر طب مستوى الأوامر ده إحنا بنسميه أحيانا مستوى الإشارات أحيانا بنقول عليه إيه مستوى الإشارات طب إيه هو مستوى الإشارات ده قال لي المستوى الذي يحتوي على مجموعة السمامات التي تعطي القدرة أو الإشارة الهوى لأجزاء الدائرة النيوماتيكية يبقى المستوى الثاني هو مستوى الإشارات طب إيه الإشارة اللي جاية دي دي إشارة الهوى اللي أنا بجمعها علشان تطلع بصورة معينة تحرك للحملة بتاعي بشروط معينة طيب يبقى أنا عندي المستوى الأول مستوى الطاق المستوى الثاني مستوى الإشارات طب مستوى الإشارات ده إيه العنصر اللي أنا بحطه فيه زي ما قدامنا كده على السليد العنصر بتاعنا هو عبارة عن السمامات وهي عبارة عن سمامات التحكم وليست سمامات المعالجة ولا سمامات الإشارة النهائية دي السمام بتاع الإشارة الأساسية بتاعت التحكم في المستوى الثاني يبقى أنا عندي المستوى الأول مستوى الطاقة المستوى الثاني مستوى الإشارات طيب إحنا عايزين نعرف المستوى الثالث المستوى المعالجة يعني إيه المعالجة يا ولد؟ يعني أنا دلوقتي عايز أشغل سيستم نيوماتيكي وعايز السيستم ده يشتغل عن طريق زرارين مع بعض يبقى أنا لازم أحط بعض السمامات اللي هي ما تشغلش الدائرة إلا لو ضغطت على زرارين مع بعض طيب أنا عندي منظومة تانية عايز أشغل المنظومة بتاعتي من المكان اللي في المكنة أو من قودة تانية جنب المكنة طيب معنى كده إن أنا محتاج إن أنا أشغل المنظومة بتاعتي من أحد مفتحين يبقى أنا كده عنصر الفعل اللي هيشتغل معايا له شرط معين إن يشتغل من أحد المفتحين طيب إيه هي الأداة أو الإشارة اللي هتطلع علي ديت هتطلع علي من خلال سمام اسمه إيه؟ اسمه سمامات الدوال المنطقية يبقى سمامات الدوال المنطقية لما أجي أركبها في الدوائر نيوماتيكية أركبها في آن مستوى في الدائرة المستوى الثالث تمام حبيبي؟ يبقى أنا عندي دلوقتي دوائر المنطقية اللي هي دلت أند أو دلت أور لما أجي أركبها في دوائر التحكم النيوماتيكية أركبها في آن مستوى في الدائرة أركبها في المستوى الثالث علشان كده أنا سميت المستوى ده بمستوى المعالجة للمعالجة لأن سمامات الدوائر المنطقية هي اللي بتعالج للإشارة اللي طلع من المستوى الثاني حسب ما أنا عايز الحركة بتاعتي تجيني من كام سمام في المنظومة أنا واقف على خط إنتاج كبير أنا محتاج الخط ده يشتغل لما دوس على زرارين أو محتاج الخط ده يشتغل من عندي زرارة عندي أو زرارة عندي زميلي في عنبر إيه؟ في عنبر تشغيل تاني يبقى أنا لما أجي أصمم خط الإنتاج ده لازم أحط في أحد المستويات بتاعت الدزاين بتاعه مستوى معالجة ليه مستوى المعالجة؟ لأن مستوى المعالجة ده هو اللي بيخرج للإشارة وفق الشروط اللي أنا عايزاها في المنظومة النيوماتيكية تمام يا حبيبي؟ يبقى أنا عندي هنا لازم أفهم أن أي منظومة نيوماتيكية أنا بصممها بصممها وفق شروط العميل بتاعي طيب الشروط ديت أنا أصممها إزاي في الدائرة اللي دي بتصمم عن طريق دوال المعالجة طب مين دوال المعالجة دول؟ اللي هي الدوال المنطقية طب الدوال المنطقية دي بيكون مكانها فين في الدوائر التحكم النيوماتيكية اللي دي بتاخد المستوى الثالث في دوائر التحكم النيوماتيكية يبقى أنا كده عرفت أن المستوى الأول عندي مستوى دخول الطاقة للدوائر التحكم النيوماتيكية المستوى الثاني هو عبارة عن مستوى الإشارات ومستوى الإشارات دي عبارة عن مفاتيح التشغيل بتاعتي وبعد ما باخد ببدأ أن أنا شغل الدايرة بمفاتيح التشغيل بشوف بقى نتيجة التشغيل ده الهواء اللي طالع ده هيخرج بمزاجه ولا هيخرج بشروتي هيخرج بشروتي يبقى لازم ادخل شروتي في المستوى الثالث اللي احنا بنسميه مستوى مستوى معالجة الإشارة اللي بركب فيه الدوالة المنطقية اللي أنا بركب فيه الدوالة المنطقية حبائي طب المستوى اللي بعد ده هيكون مستوى اللي مستوى الإشارة النهائية انت بعد ما عالجت الاشارة بتاعتك خلاص انا بقت عندي اشارة نهائية يبقى المستوى الرابع ده هو مستوى الاشارة النهائية طب المستوى الخامس اللي ده مستوى ادارة الفعل يعني ايه يعني حضرتك كده خلصت الاشارة بتاعتك ودخلتها لي وعالجتها لي ودتيني الاشارة النهائية هبدأ اشغل السيلندر السيلندر ده اسمه ايه اسمه الفعل الذي نريد عمله او تشغيله يبقى مستوى الفعل ده في اين مستوى في دوائل التحكم النيوماتيكية في المستوى الخامس يبقى انا عندي كده مستويات هيكل المنظومات النيوماتيكية هي عبارة عن خمس مستويات اول مستوى مستوى الطاقة وده اللي بيحتوي على الدواغة والكمبريسور بتاعي وكمان وحدة الخدمة وكل ده هنشرحه بالتفصيل مع بعضينا مستوى التاني ياولاد هو مستوى الاشارات اللي هي مفاتيح التشغيل للدائرة طيب المستوى التالت مستوى المعالجة المستوى الرابع مستوى الاشارة النهائية والمستوى الخامس هو مستوى الفعل اللي انا عامل الدائرة كلها عشان تديني في النهاية حركة البستم او حركة المحرك او حركة الشفاط انا عندي ممكن اشغل شفاط او اشغل محرك او اشغل سيلندر دي كده حبايبي هو عبارة عن منظومة التحكم النيوماتيكي بتتكون من كام مستوى مع بعدين بقى نشرح اللي احنا بنقوله ده على اللي سلايب بتاعتنا بالتفصيل يبقى احنا عندنا المستوى التالت هو مستوى المعالجة وده ياولاد شكل السمام اللي عن طريقه اقدر اعمل دلة اند او دلة اور او دلة نت طيب بيقول مستوى المعالجة هو عبارة عن الدوالة المنطقية المختلفة المستخدمة في دوائر التحكم الايه النيوماتيكي دي كده اسمها مستوى المعالجة مستوى الايه المعالجة طيب المستوى الرابع احنا قلنا مستوى التحكم النهائي يعني ايه مستوى التحكم النهائي اللي هو عبارة عن السمامات الموجودة اسفل عنصر الايه اسفل عنصر الفعل يعني اي سمام موجود اسفل عنصر الفعل يعتبر سمام التحكم النهائي السمام الذي يوجد أسفل عنصر الفعل يسمى سمام التحكم النهائي طب مين عنصر الفعل ده؟ عنصر الفعل ده قد يكون استوانة أو محرك أو شفاط عندنا المستوى الخامس اللي هو مستوى الفعل بتاعي اللي هو عنصر الفعل وهو عبارة عن الاستوانات أو المحركات أو الشفاطات ده العنصر الخامس أو المستوى الخامس في دوائر التحكم النيوماتيكية وبنسميه عنصر الفعل وده ممكن يكون استوانة زي ما قدامنا على السلايد أو محرك أو شفاط حلوة أو طيب يبقى أنا لما أجي أتكلم عن مستوى العناصر النيوماتيكية هلاقي زي ما الدائرة كده قدامنا أول عنصر تحت خالص اللي هو عنصر وحدة الخدمة يبقى أنا عندي أول عنصر كده أولاد ده كده اسمه عنصر وحدة الايه؟ الخدمة ده المستوى الايه؟ الأول طيب نطلع بعد كده مين المستوى الثاني؟ السمامات اللي هي سمامات الإشارة أيوة حلوة قوي يبقى ده كده عناصر الإشارة بتاعت ده المستوى الايه؟ التاني طيب المستوى الثالث حبيبي اللي عبارة عن المعالج يا ميس طب من المعالج دي المعالج دوت اللي هو الدوال المنطقية زي ما قدامنا كده دي دالة منطقية اللي هي في المستوى التالت بتاعنا تسمى دالة أور تسمى دالة أور طيب يبقى أنا كده لما أجيبها من الأول ده المستوى الأول هو مستوى الطاقة بنشوف في وحدة الخدمة بمجتملاتها وملحقتها طيب المستوى الثاني هي عبارة عن المفاتيح طيب المفاتيح دي بنسميهم بنسميهم عناصر الإشارة بنسميهم عناصر الإشارة المستوى الثالث هو عبارة عن عناصر المعالجة عناصر المعالجة طيب المستوى الرابع اللي عنصر التحكم النهائي عناصر التحكم النهائي طيب والمستوى الخامس عنصر الفعل اللي انا بعمل كل الدائرة دي بتاعتي عشان في النهاية تحرك للبستم بتاعي ده بس تحرك للبستم ده بمزاجها لا تحرك للبستم ده وفق الشروط اللي انا مدياها في المستوى الثالث وهو مستوى معالجة الاشارة اللي هي هتخرج من المستوى الثالث للمستوى الرابع مستوى الرابع بيجمع الاشارات بتاعت اللي انا عايزاها وبعد كده يبدأ يديها لعنصر الفعل يبدأ عنصر الفعل بتاعي يتحرك وفق الشروط اللي انا محتاجاها في المنظومة الهايدرولوكية تماما حبايبي؟ طيب احنا عايزين بقى بعد كده لما نيجي لنا سؤال اشرح مصاري الطاقة في العناصر النيوماتيكية لازم اشرحها بالرموز بتاعتها يبقى هقول اول حاجة عناصر او مصاري الطاقة مصاري الطاقة هيجي منين؟ هيجي من الكمبريسور تمام؟ ووحدة الخدمة بتاعت هيروح لفين؟ لعنصر الاشارة اللي هو الاساسي تمام؟ ومن عنصر الاشارة هيروح لمين؟ لعناصر المعالجة للاشارة عناصر المعالجة للايه؟ للاشارة وبعد ما يخلص عناصر المعالجة للاشارة هيروح لعناصر التحكم الايه؟ النهائي ومن عناصر التحكم النهائي هيروح لعناصر الفعل او المشغلات يبقى ده كده يا ولاد لما يجي يقول لي اشرح مصاري الطاقة في دوائر التحكم النيوماتيكية ابدأ اشرح له زي ما هو كده قدامي بالزبط اول حاجة عناصر او جزء اللي هو اللي هي بتاعت الطاقة او عناصر الايه الطاقة اجي بعد كده عنصر مين بعدين قال لي عنصر الاشارة مين عناصر الاشارة عناصر مفاتيح التشغيل الاساسية طيب وبعد ما اجيني افتح الاشارة اما افتح الاشارة هنا من اللي هيعالج للاشارة يبقى انا محتاج حاجة تانية تسمى عناصر معالجة الاشارة طيب انا عالجت الاشارة بتاعتي بعد ما عالجها هتبقى اشارة نهائية يبقى لازم يكون عندي عناصر التحكم في الاشارة الايه النهائية طيب واتحكمت في الاشارة النهائية بتاعتي الاشارة دي هتروح تحرك مين تحرك عنصر الفعل او المشغلات بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة اما ان تكون سلندرات او محركات او شفاطات ده كده بالنسبة لمستويات دوائر التحكم النيوماتيكي نبدأ بقى بعنصر عنصر كده العنصر الاقصادي دوت هو عبارة عن مكونات وحدة التشغيل النيوماتيكي اول حاجة انا قلت ان انا عندي الكمبريسور الكمبريسور ديت بيبدأ يطلع على وحدة الخدمة بتاعتي وحدة الخدمة او الضغط وبعد كده بيشغل الضغط ده عبارة عن ايه محرك طيب يبقى انا عندي الكمبريسور ومحرك والضغط اللي هو بيسحب الهوى من الكمبريسور يبدأ يدفعه العناصر الايه الدايرة بتاعتي لما يجي يا ولاد يقول لي سؤال جميل اوي اوي انتوا عملين تقولونا نيوماتيك 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 طب هو النيوماتيك ده انا باستخدمه في ايه في الحياة النيوماتيك انا باستخدمه في ايه في الحياة قال لي في مصانع التعبئة والتغليف مفيش مصنع تعبئة والتغليف الا لما بيستخدم ضغط الهوى عشان يعمل عمليات التعبئة والايه والتغليف مصانع التغذية مصانع الكياس التحكم في الابواب يا ولاد انا معظم التحكم دلوقتي في اي ابواب اسمها الابواب الالكترونية لان انا بتحكم فيها بضغط الهوى علشان تفتح وتافل سنسور بيخلي الباب ده يفتح ويافل عن طريق ضغط الايه ضغط الهوى يبقى التحكم النيوماتيكي اقدر اطبقه في تشغيل الابواب الايه الالكترونية كمان نقل الخامات انت عايز تنقل خامة على سير في خط انتاج السير ده بيمشي بايه بيمشي بضغط الهوى يبقى انا بستخدم التحكم النيوماتيكي بتاعي في نقل الايه الخامات لف وقلب الاجزاء لو عندي اجزاء بعمل لها عملية لف او قلب انا اقدر عمل لها الحاجات دي عن طريق الروبط واشغل الروبط ده بسنسورات وحساسات وعددات ومؤقتات بحيث ان هو لما يشتغل الروبط ده وتشتغل بضغط الايه ضغط الهوى يعتبر ده تحكم ايه نيوماتيكي طيب كمان عندنا ايه فرز الاجزاء ما انت بتحط اجزاء فيها شفاطات الشفاط ده ممكن يبدأ يسحب اجزاء ويطرد ايه اجزاء تانية معنى ان انا عندي هنا بعمل سحب وطرد يبقى انا ممكن اعمل عملية فرز للايه للاجزاء طيب انا بعمل فرز الاجزاء ده عن طريق ايه عن طريق ضغط الهوى بسحب بيه اجزاء وبطرد بيه اجزاء معنى كده ان انا عملت عملية فرز الاجزاء عن طريق ضغط ايه الهوى كمان ايه قال لي ايه تستيف العناصر انت لما بكون شغال على سير في خط الانتاج معاك مثلا اه سنديق بيبسي او 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 سنديق شبسي او الكلام ده مين اللي بيبدأ يرسلك السنديق دي ورا بعضيها السير بتاع خط الانتاج احنا بنجيب عليه السنديق وتبدأ تترسع ايه ورا بعض كده طيب مين اللي بيحرك السير ومين اللي بيخلي بيحرك السنديق ديه اه على السير بتاعي التحكم الايه ضغط الهوى عن طريق التحكم نيوماتيكي باستخدام السلندرات تمامي شباب طيب يبقى انا هنا استخدمت التحكم نيوماتيكي في ايه بحاجات كتيرة جدا قال لي اول حاجة التحكم في الابواب ابواب المترو ابواب الاوتوبيسات يا ولاد مين اللي بيقفلها ومين اللي بيفتحها سلندر ما بضغط فيه هوا بيقفل الباب وبيفتحه يبقى انا اتحكمت في فتح الابواب وقفلها عن طريق الهوى الايه المضغوط يبقى التحكم انيوماتيكي استخدمته في فتح وغلق الايه الابواب قال لي كمان في فرز الايه الخمات اه انا عندي شفطات ممكن تفرز اجزاء او تبعد ايه تعمل لي عملية سحب وعملية طرد الاجزاء او الخمات عن طريق ضغط الهوى انا كده استخدمت التحكم منيوماتيكي في عملية فرز الخمات في عملية التعبئة والتغليف اي حاجة اي منتج غزائي عايز اغلفه بغلفه عن طريق ان انا بنزل الحاجة بتاعت اللي انا بغلف بها بالكبس بدغط الايه الهوى على الغزاء اللي انا عايز اغلفه معنى كده ان انا استخدمت ضغط الهوى بتاعي في عملية التعبئة والتغليف في كمان عملية الفرز او تستيف او تستيف العناصر يعني انا عندي خط انتج كبير جدا عايز ارتب العناصر عليه برتبه عن طريق ايه سيلندر بيزوق العنصر ده جنب العنصر ده بطريقة معينة طب مين اللي بيحرق السيلندر ده اصلا ضغط الايه ضغط الهوى فاللي احنا عرضنا ده كان ايه هي تطبقات النيوماتيك في الحياة بتاعتنا بنطبق او بنستفاد من النيوماتيك اللي انتو بتدرسوه من ده في ايه؟ لا احنا بنستفاد منه في حاجات كتيرة جدا سواء كان فرز الخمير تستيف العناصر مصانع التعبئة والتغليف كلها بتشتغل بالنيوماتيك مصانع الاغذية كلها بتشتغل بالنيوماتيك كمان عندنا عملية الايه التكييس او ختم العناصر ختم العناصر ده بيتمك بردك عن طريق الايه التحكم النيوماتيك معنى كده ان هو مجال كبير جدا لتخصص الميكانيكا ولازم تهتم به لان ده هيبقى بعد كده شغلك في سوق العمل مع بعدينا بقى نشوف كده ايه هو مميزات الهوى المضغوط اللي انت بتستخدمه علشان تعمل به المنظومات النيوماتيكية ليه لجأنا للهوى بالذات نستخدمه في عمل المنظومات النيوماتيكية تعال بقى نشوف ليه استخدمنا الهوى عشان نعرف مميزاته نعرف ما بعض بقى مميزات الهوى المضغوط اولا الهوى متاح موجود في كل مكان طب ايه كمان وموجود بكل كمية انا محتاجها ورخيص انا ما بتفعش في فلوس النقل بتاع الهوى سهل جدا ان انا اسحب الهوى في انابيب سهل قوي ان انا اسحب الهوى في ايه في انابيب التخزين اللي يمكن تخزينه بضغطه في الخزانات اعمل له عملية ضغط وخزينه في خزانات زي انابيب الهوى يبقى انا كده سحبته ببلاش بكميات اللي انا عايزها ضغطته فيه استوانات او خزانات برضك بطريقة ايه سهلة جدا درجة الحرارة قليل التأثر بدرجة حرارة التشغيل شغل المنظومة الهايدرولوكية عدد ساعات كبير جدا الهوى عندي قليل التأثر بارتفاع درجة الحرارة يعني بيرتفع درجة حرارته بس بعد زمن تشغيل كبير جدا الانفجار ده الانفجار ده حاجة مهمة جدا اقل حد من مخاطر الانفجار غير اي حاجة تاني غير الغازات فاهمني ايه بقى انا عندي هنا الهوى بالنسبة للانفجار لا ده عنصر امن اقدر استخدمه انا متطمن كمان بالنسبة للنظافة الهواء الغير مختلط بالزيت بيعتبر هواء ايه نظيف يعني الهواء الغير مزيت بيعتبر هواء ايه نظيف طب احنا قلنا دلوقتي يا وليه يعني ايه الهواء الغير مزيت اه لان احنا لما بنجي نستخدمه في الدايرة انا لازم اشبع الهوى ببعض قطرات الايه الزيت فانا لما اجي استخدم الهوى في بعض قطرات الزيت ده بيبقى هواء غير ايه غير نظيف بدرجة مية في الماء انما هو بيقولي الهوى في طبيعته الاساسية اللي انا بستمده منه هو هوى ايه غير ملوى سوى ما بيبقاش في شوائب انما انا لما باجي اضيف له قطرات الزيت بتاعتي وبيدخل الدايرة ده في الحالة دي بيبقى هواء مخلوط او مضاف قطرات الايه الزيت مبقاش ناكي بنسبة مية في الايه في الماء تمام حبيبي يبقى انا دلوقتي ايه يعني مميزاتي ان انا استخدم الهوى بتاعي الهوى متاح في كل مكان متاح بكل الكميات طب اخزنه اخزنه بطريقة سهلة اول في الاستوانات بتاعتي او الخزانات تحت ضغط معين طيب كمان قال لي ايه قال لي قال لي درجة الحرارة قال لي درجة الهوى ده قليل التأثر بدرجات الايه الحرارة اثناء التشغيل شغل المنظومة النيوماتيكية بتاعتك عدد ساعات كبير جدا الهوى عندي بيتكرر والكمبريسور بيترود الهوى بيبدأ يسحب ايه هوات اهني فمعنى كده ان انا عندي الهوى متأثرش بدرجة حرارة الايه التشغيل بدرجة عالية قوي طب ايه كمان الانفجار قال لي الهوى اكبر عنصر امن الهوى اكبر عنصر ايه امن اسناء الايه التشغيل طب النظافة قال لي الهوى الغير مخلوق بالزيت ده بيبه هوى ايه ناكي وهيه نظيف العناصر اللي انا بستخدمها لضغط الهوى بتاعي بسيطة في تصميمها ورخيصة فيه تمنها قابلية الايه الضب يمكن ضبط اي عناصر وتعدلها بطريقة سهلة ايه جدا الاحمال ازا ايه ده يمكن تحميل المعدات والاجزاء بحمل ايه كبير جدا يعني معنى كده ان التحكم النيوماتيكي ده بستخدم له هوا رخيص بستخدم له عناصر تشغيل رخيصة وبسيطة يعني المنظومات التحكم النيوماتيكية مش بتكلفني زي السيور والتروس والجنازير بل بالعكس كمان بتديني حمل تشغيل عالي قوي ما بتتأثرش درجة الحرارة بدرجة عالية امنة في الايه في التشغيل ايه الجمال ده تحت تحكم النيوماتيكي ده اولاد امان لقيت امان نديفة وبسيطة وكمان رخيصة وسهلة التصميم ده كده مميزات النظم الايه النيوماتيكية يبقى انا هنا ايه اللي لاجأني للمنظومات النيوماتيكية جمال التركيب بتاعها وبسطه يعني ايه انا لما كنت بجيب السيور والجنازير والتروس وبعمل عملية ادارة وايه اعطاء ايه حركة ميكانيكية لأي فعل انا عايز احركه في الحالة دي انا لما كنت لازم اشحم وزيت ولازم لما حاجة تبدأ تتأكل لازم اروح اعمل لها عملية صيانة واعطل الشغل بتقلق ده انا دلوقتي بقى عندي سمام السمام ده بسيط في التركيب بتاعه تمنه رخيص بيشتغل بايه بيشتغل بالهوى طب ما الهوى ده وتقيمه ميزاته ده الهوى ده عنصر امن ما بيحصلش فيه انفجارات رخيص ممكن الاقيه باي كمية ولاقيه في اي مكان ممكن اضغطه بطريقة سهلة قوي في الخزانات بتاعتي استخدمه في عناصر بسيطة ما بيكلفنيش بيبدأ يديني الكفاءة بتاعت التشغيل العالية بتاعتي بدون ان انا مكون ايه يعني مجهز المنظومة بتاعتي ومكلفها بفلوس كتير جدا لا يبقى معنا كده المنظومات التحكم النيوماتيكية دي ده خلتني اتغادة كتير جدا عن عيوب منظومات تحكم الميكانيكية اللي كنت الاول بيصعب علي التشغيل فيها واستبدال العناصر بتاعتها وتصلحها وسيانتها تمام حبايبي يبقى انا كده فهمت ايه مميزات الهوى المضغوط الجميل ده اللي انا استخدمته في منظومات التحكم النيوماتيكية مع بعدينا بقى نشوف كده الشاشة بتاعتنا اول عنصر ياولاد من اجهزة معجة الهوى هو وحدة الايه وحدة الخدمة نبص مع بعدينا بقى وحدة الخدمة بتاعت ديت ايه هو الرمز اللي فوق ده وايه الرمز اللي تحت ده ده اسمه الرمز المختصر لوحدة الخدمة ده كده الرمز المختصر لوحدة الخدمة طب وحدة الخدمة اساسا بتتكون عندي من ايه بتتكون عندي من الفلتر الفلتر ده بيبقى شكله عبارة عن ايه ولاد عبارة عن معين يتوسطه خط شرط معين يتوسطه خط ايه خط شرط والجزء اللي تحت ده بيبقى عبارة عن الجزء اللي بيبدأ يخزن فيه الهواء او الماء اللي هي مترسبة نتيجة رتوبة الهواء اللي انا عملتله عملية تنقية دي عبارة عن الفلتر طب الفلتر ده يميس هل هو بيبقى موجود في وحدة الخدمة بس لا الفلتر ده بيبقى عندي تلات انواع من الفلتر يبقى عندي فلتر بركبه في خط سحب بتاع الدايرة خط الضغط بتاع الدايرة وخط الرجوع بتاع الهواء يعني انا عندي هنا لازم اركب تلات انواع من الفلتر في الدايرة واحد في خط السحب من الكمبيريسور للدايرة اتنين في خط الراجع او خط الراجع بتاع الهواء بتاعي وخط الضغط لازم يركب فيه خط الضغط ده اللي هو بياخد الهواء من الكمبيريسور ويبدأ يضغطهولي في اجزاء الدايرة النيوماتيكية فلازم يكون راكب فيه ايضا فلتر بحيث ان هو ينقيل الهواء قبل ما يدخل لعناصر دائرة التحكم النيوماتيكية طيب احنا عايزين نعرف هل الدايرة او وحد التحكم بتحتوي على الفلتر فقط قال لي لا احنا معينا كمان سمام يسمى سمام تنظيم الضغط واحيانا بيطلق عليه سمام تصريف الضغط وهو ايه ايه وظيفته هو سمام بيصرف لضغط الزائد في الدايرة على الخزان او على الكمبيريسور بيصرف لضغط الهواء بتاع الزائد على الايه على الكمبيريسور بحيث ان انا ابقى ظابط الضغط بتاعي في الدايرة على الحدود المسموح بيها طب ايه بقى العنصر ده يا ولاد ده عبارة عن المانوميتر اللي على أساسه بذبط ضغط الدائرة أو ضغط الهواء في اللاي 35 يعني ده مكياس ضغط اللي هو بنسميه المانوميتر وبناءة عليه ببدأ أضبط الضغط بتاع الهواء في الدائرة بتاعتي طب ايه يا أولاد practise الجزء ده؟ ده عبارة عن المزياتة ده عبارة عن ايه؟ المزياتة طب وظيفة المزياتة عندي ايه؟ وظيفة المزياتة ان هي بتدعم الهوى بقطرات من الزيت بحيث ان الهوى بتاعي يدخل الدائرة بحيث ان هو يكون مشبع ببعض قطرات الزيت قطرات الزيت دي بتحفزلي على عناصر دوائر التحكم النيوماتيكية من التلف بسرعة بتخلي العمر الافتراضي لعناصر دوائر التحكم النيوماتيكية اطول يبقى مين اللي بيخليلي العمر الافتراضي لسمامات التحكم النيوماتيكية اطول لما بقى اشتغل بالهوى محمل ببعض قطرات الزيت طب الهوى بتاعي بياخد قطرات الزيت منين بياخدها عن طريق الزيتة يبقى انا عندي هنا وحدة الخدمة القاسية بتركب من الفلتر من سمام تنظيم الضغط او تصريف الضغط والمانومتر لقياس ضغط الهوى المار في الدائرة وكمان مزيتها لتحميل الزيت الهوى اللي هيمر فيه الدائرة ببعض قطرات الزيت وفايدتها ان انا احمل الهوى ببعض قطرات الزيت علشان احافظ على العمر الافتراضي لعناصر التحكم النوماتيكية معي في الدائرة اكبر فترة ممكنة طب ايه اللي هو الجزء اللي تحت ده وليه؟ ده عبارة عن رسم مختصر او رمز مختصر لوحدة الخدمة ايه الشرط اللي موجودة عندي دي؟ هو عبارة عن الرمز الفلتر بتاعي وهنا الدائرة اللي جواها سهم دي عبارة عن المانومتر واسمام تنظيم الضغط وعندي الشرطة الصغيرة ديت هي عبارة عن رمز المزيتة ده كده بنسميه الرمز المختصر لاجزاء وحدة الخدمة يبقى انا عندي الرمز العادي او الرمز اللي هو الكامل بالنسبة لوحدة الخدمة اللي هو بيبعبارة عن الفلتر وبيبعب شكل معين يتوسطه خط شرط كمان سمام تنظيم الضغط او تصريف الضغط والمانومتر والمزيت الرمز المختصر بنجيب الفلتر بيبعبارة عن خط شرط المانومتر بيبعبارة عن دائرة وفيها سهب المزيتة بتاعتي بتبعبارة عن شرطة صغيرة طب ايه وظيفة اجهزة معالجة الهواء هنا اللي دي بتتأكد لي بوظيفة الوحدة دي كلها بتتأكد ان العناصر المشغلة لنظام التحكم النيوماتيكي جميعها بتبقى يعني الهواء بيدخل منها بشكل نظيف ومزيت بحيث ان الهواء يمشي في الدايرة بتاعتي ما يسدليش السمامات وبقى متحكم في ضغط الدايرة او ضغط الهواء اللي داخل الدايرة بتاعتي بشكل تكني وبشكل ايه يعني دقيق جدا عن طريق سمام تنظيم الضغط ده كده اولاد كان اجهزة معالجة الهواء المضغوط طب المانومتر هو عبارة عن ايه؟ المانومتر ده كان عبارة عن جهاز لقياس ضغط الهواء المار في الدائرة جهاز لقياس ضغط الهواء المار في الدائرة قبل ما ادخل على الاستوانات احب راجع معاكو كده جزئي اللي احنا قلناها احنا قلنا ان انا عندي مستويات الدوائر التحكم نيوماتيكية خمس مستويات اول مستوى كان عبارة عن مستوى الطاقة وده كان بيبقى في وحدة الخدمة بتاعتي وبيبقى في وحدة الخدمة دي بتكون متاصلة بالقومبرسور والضغط والمحرك بتاع الدايرة كمان انا عندي مستوى التاني اللي هو مستوى عناصر الاشارة اللي هي بيبقى فيها المفاتيح اللي بتديني الاشارة لتشغيل الدائرة التحكم نيوماتيكية العنصر التالت كان عبارة عن عناصر المعالجة وعناصر المعالجة دي اللي هي عبارة عن العنصر اللي بيعالج للاشارة اللي انا هبدأ اشغل عن طريقها الفعل بتاع اللي هو السيلندر ولكن بيعالجها بشروط تشغيل الفعل ده يعني أنا عايز أشغل العنصر الفعلي ده بشرط إيه؟ مين اللي بيعالج الشرط ده وبيضهولي؟ هو المستوى الثالث في دوائر التحكم الإيماتيكية وهو مستوى المعالجة اللي إحنا بنحط فيه الدوال المنطقية طب المستوى الرابع قال للمستوى الرابع ده بيحتوي على مستوى أيوا بالضبط كده أنا عايز أسمع منكم مستوى إيه؟ الإشارة النهائية مستوى الإشارة الإيه؟ النهائية طب والمستوى الخامس تمام؟ يبقى أنا عندي كده المستوى الخامس اللي هو مستوى إيه؟ الفعل أو المشغلات المشغلات دي اللي هي قد تكون إيه؟ قد يكون سيلندر هشغله أو محرك أو شفو تمام يا حبيبي؟ ده كده كانت مستويات دوائر أو هيكل المنظومة الإيه؟ النيوماتيكية جينا بعد كده أخدنا أول عنصر وهو وحدة الخدمة اللي هو في المستوى الأول وحدة الخدمة دي هكون مكوناتها إيه؟ اللي تتكون من الفيلتر من سمام تنظيم الضغط أو تصريف للضغط وإيه الفرق ما بين الاتنين؟ هنقولهم بس أنا هقولها دلوقتي سريعاً سمام تنظيم الضغط يا أولاد هو سمام ممكن نظام للضغط في لمت معين في الدائرة في مكان معين في الدائرة إنما سمام تصريف الضغط هو سمام لازم يتواجد في وحدة الخدمة عشان يصرف أي هوى زائد على الإيه؟ في الخارج يعني أي هوى يبدأ يصرفه من الدائرة على الإيه؟ على خارج الإيه؟ لأن الدائرة لا تكون محملة بضغط أزيد من الدائرة المسموح فيه فلاقي إن الدائرة بتاعتي سيحصل لها انفجارات تمام حبيبي؟ يبقى أنا عندي هنا السمام اللي لازم يركب في وحدة الخدمة سمام تصريف الضغط وليس تنظيم الضغط دايما الكتب بتاعتنا تقول لك السمام اللي موجود في وحدة الخدمة هو تنظيم الضغط ماشي هو عنصر هو سمام تصريف الضغط هو يعتبر تنظيم وتصريف في نفس الوقت بس أنا ما أقولش عليه تنظيم لأن هو بيصرف الضغط الزيادة على خارج الإيه؟ خارج الإيه؟ خارج الإيه؟ خارج الدائرة بتاعت إنما سمام تنظيم الضغط أنا ممكن أحطه في أي لمد في أي مستوى في الدائرة بحيث إن هو ينظم للضغط مثلاً اللي داخل للسلندر ينظم للضغط اللي داخل لسمام التحكم التوجيهي ده كده اسمه سمام إيه؟ تنظيم الضغط إنما السمام اللي موجود في وحد الخدمة هو تصريف الضغط الزيادة على بره على بقى خارج الإيه؟ خارج الدائرة بتاعتي تمام حبيبي؟ ده كده يبقى أنا عندي وحدة الخدمة تتركب من إيه؟ أول حاجة الفلتر ثاني حاجة سمام تصريف الضغط بتاعي ثالث حاجة اللي هي المزيتة اللي هي عن طريقها بحمل الهوى المضغوط بتاعي ببعض قطرات الزيادة وليه بحمل الهوى بتاعي ببعض قطرات الزيادة؟ وليه بحتاج مزيتة بشكل ضروري في وحدة الخدمة؟ علشان لما أحمل الهوى بتاعي ببعض قطرات الزيادة هيدخل داخل السمامات فالسمامات بتاعتي مش هتصدي وعمر الافتراضي بتاعها هيكون ايه؟ هيكون اطول كده احنا خدنا مستويات دوائر تحكم نيوماتيكية وشرحنا بالتفصيل اول عنصر في هذه المستويات مع بعضينا بقى هنبدأ ندخل على عنصر تاني من عناصر مستويات دوائر تحكم نيوماتيكية وهو عنصر الفعل احنا نبدأ نشرح مع بعض الوقت السلندرات وانواعها وفيما يستخدم كل نوع مع بعضينا بقى حبيبي ندخل على العنصر التاني اللي موجود في هيكل منظومات تحكم نيوماتيكية وهو السلندرات مع بعضينا نشوف بقى السلندرات دي انواعها ايه؟ زي ما قدامنا كده على السليت بتاعتنا اول حاجة السلندر احادي التأثير السلندر احادي التأثير ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن مجبس وزراع مجبس وياي وفي الاخر دول كلهم موجودين جوه ايه؟ جوه استوانة بنسميها البسم او السلندر يبقى انا عندي مجبس زراع مجبس احيانا بيكون في ايه واحيانا مش بيكون في ايه وكل المجموعة الداخلية دي تبقى موجودة داخل استوان ليه قلت بقى يا ولاد عليه احادي الفعل؟ لانه له فتحة واحدة بص شايفيني الشرطة الصغنانة اللي احنا هنشاور عليها دي دلوقتي الشرطة دي هي عبارة عن فتحة واحدة لدخول وخروج الهواء المضغوط يبقى انا عندي الله سميته احادي ؟ له فتحة واحدة؛ لدخول وخروج الهواء المضغوط يبقى السلندر ده سلندر احادي الفعل ليه سميته احادي الفعل بقرر تاني سميته احادي الفعل عشان له فتحة واحدة لدخول وخروج الهواء المضبوط طب السلندر ده بيتركب من ايه من المجبس وزراع المجبس وعنصر الفعل بتاع اللي هو الياي طب لما اجي اتكلم على السلندر ده هقول عليه اسمه ايه هقول عليه سلندر احادي الفعل بيهاي رجوع يبقى السلندر ده احادي الفعل ليه احادي الفعل لانه في ليه فتحة واحدة لدخول وخروج الهواء المضبوط اول ما الهواء بيعدي من هنا كده عمل فتحة اللبني ده ده الهواء المضبوط اللون اللبني ده اللي هو الهواء المضبوط الهواء ده اول ما بيدخل السمام بيبدأ يقصر على مين على الياي يقصر على المجبس ده ويقصر على الياي ابو سلاقي المجبس ده بيترفع لإيه لفوق كل ما المجبس بتاعي ده يترفع لفوق كل ما الهواء يمر كده من جنب المجبس ويجي يخرج منين من هنا طب حلوة اول يخرج من هنا على مين على الايه على السلندر يخرج من هنا على مين على السلندر بتاعي يبقى انا عندي هنا لأول ما بدخل الهواء بتاعي من هنا الهواء بتاعي قوته بتتغلب على مقاومة مين؟ المجبس بتاعي طيب يبقى قوة الهواء هتبقى اكبر من مقاومة الياي والمجبس هيبدأ المجبس يضغط على الياي يبدأ يضغط الياي للأمام يبدأ المجبس بتاعي يتحرك للأمام ويديني مشوار التقدم يبقى انا كده عملت مشوار التقدم نتيجة ايه؟ نتيجة الهواء المضغوط يبقى انا دخلت الهواء المضغوط من فتح الدخول الهواء الهواء المضغوط بدأ يدخل جوه البستم بدأ يزيد كميته كمية الهواء وصلت لقيمة كوة تتغلب على مقاومة الياي بدأت تتفعل المجبس بالياي للأمام بدأ يخرج زراع السيلندر وبكده انا عملت شوط التقدم طب شوط الرجوع الحمل بتاعي هيقصر على الياي قوة رجوع الحمل هتبدأ تخلي الياي يتغلب على مقاومة مين؟ الهواء لان الهواء في الحالة دي غير ايه؟ غير مضغوط هيبدأ يرجع مين؟ الهواء وهبدأ ارجع مين؟ الحمل بتاعي يبقى انا عندي هنا فتحة واحدة لضغط الهواء ورجوع الهواء لذلك سميته السيلندر احادي الفعل لانه يتأثر بدخول وخروج الهواء المضغوط من خلال فتحة واحدة ولكن لما اجي اقول ان ده سيلندر احادي الفعل بياي رجوع معناه ان هو بيرجع بتأثير الياي معناه ان هو بيرجع بتأثير مين الياي يعني ده بيتقدم بتأثير الهواء ويرجع بتأثير مين الياي يبقى احنا اول سيلندر ياولاد ناخده معنا السيلندر بتاعنا هو عبارة عن سيلندر احادي التأثير يتقدم بياي رجوع ويرجع بتأثير من؟ الحمل بتاع طب النوع التاني طب أنا عايزة قبل ما أدخل على سناء الفعل أقولك إن فيه نوع تاني من السلندر أحادي الفعل عندي أحادي الفعل اسمه السلندر أحادي الفعل الدافع بمعنى إيه؟ ما فهوش ياي رجوع اللي هو بدون ياي رجوع بيبدأ يتقدم بضغط الهوى وبيرجع بفعل الحمل بيرجع بفعل الإيه؟ الحمل وليس بفعل الياي يبقى أنا عندي سلندر أحادي الفعل يتقدم بضغط الهوى ويرجع بتأثير الياي ده اسمه السلندر مفرد التأثير بياي رجوع عند سلندر مفرد التأثير التأثير بيتقدم بيه تأثير ضغط الهوى وبيرجع بتأثير مين؟ الحمل فأنا بقولني ده سلندر أحادي التأثير بدون ياي رجوع عند سلندر بقى سناء التأثير اللي هو فيه منه اكتر من نوع سناء التأثير زو زراع واحد وسناء التأثير زو زراعين من كل جانب وعندي سلندر سناء التأثير تلسكوبي تلسكوبي طب ايه الفرق ما بينهم كل السمامات سنائية الفع بتديني اشارة تقدم بضغط الهواء وإشارة رجوع ايضا بضغط الهواء وبيبقى إشارة التقدم بيجيني من فتحة من احد فتحات السلندر وإشارة الرجوع بيكون من احد فتحات الاخرى في السلندر طيب انا عايزة اعرف ايه الفرق ما بين السلندر سناء التأثير زو زراع واحد وزو زراعين وسلندر التلسكوبي زو زراع واحد بيجيني قوة في اتجاه واحد زو زراعين اللي هو بيجيني قواتين متساوياتين في اتجاه المتضدين التلسكوبي بيجيني مشوار طويل ومشوار متدرج في الطول كده حبايبي احنا النهاردة اخدنا ايه هي تركيب منظومة التحكم النيوماتيكية اخدنا مستويات منظومة التحكم النيوماتيكية وعرفنا ان هي خمس مستويات اخدنا بعد كده ايه هي تركيب وحدة الخدمة وفايدتها وكمان درسنا ايه هي انواع السلندرات وان شاء الله باذن الله ولاد لنا تكملت لنفس الموضوع بتاع السلندرات ده في الحلقة التالية وبكده احنا وصلنا مع بعضنا لانهاية حلقتنا الجميلة اشكركم واترككم في رعاية الله وامني وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته شكرا جزيلا